السلام عليكم أهلا ومرحبا بكم عندي واليوم قراءة لعزيزي برج الدلو الشمسي والقمر والطالع لشهر جوان أو يونيو أو حزيران ولا تنسوا أنها قراءات معممة قد تنطبق جزئيا أو كليا على البعض منكم أو قد لا تنطبق على البعض الآخر لذلك لا تنسوا استشارات برجكم الشمسي والقمر والطالع هي قراءة للرجال والنساء والعزاب والمنطبطين والمنفصلين أنا عندما أقرأكم بقراءات عامة عندما أرى أن رسالة معينة مهمة تناديني أنا كمحتها لكم وعندما لا أرى أي شيء مهم فأنا لا أقول شيئا لكن عليكم الاستماع للقراءة فهي لطاقة برج الدلو إذن غادي نبدأ بالقراءة ثم سنرى ما هي نصيحات الملائكة والنصيحات السحرية كانت من لكم حد سعيد حد سعيد حد سعيد يرد الحبيب وكونوا متفائلين وإيجابيين مهما كانت القراءة لذن لنبدأ بسم الله عزيزي برج الدلو هذا الشهر أنت محاط بالرزق أنت محاط بالرزق ربما هناك البعض منكم هناك را بيت جديد أو بناء أو شراء بيت جديد يعني طاقتك هذا الشهر هو الرزق البركة المال نعم المال ينمو في يدك يعني أينما وضعت يدك يدك نعم ينبع الرزق سبحان الله يعني بضرة واحدة تحولها إلى غابة غابة رزق والبركة يعني بحل معجيزة بحل معجيزة مأزمزم في الصحراء هذه هي طاقتك أنت عزيزي برج الدلو الخير والبركة والرزق والمال لذلك استغل هذه الطاقة يعني طاقة يعني الرزق لضنضن أرى أم تبكي أرى أم قد تكون أمك أنت عزيزي برج الدلو أو قد تكون أم دلوية يعني أم ذات برج آآ هو الدلو هذا المرأة تبكي خاصة في العيد بكت كثيرا وتحس يعني بالحزن والوحدة نعم لأجل ربما ابنتها يعني الصغرى تزوجت مؤخرا أو ابنها رحل من البيت أو أبناؤها يعني يعيشين بعيد عليها وهذه المرأة يعني إما أم برج الدلو أو امرأة برجها الدلو يعني بكات لأن أبناؤها بعيد عليها نعم وبكت في العيد نعم حتى وإن كان هناك تواصل هاتفي لكن هذه المرأة كانت حزينة نعم لأن هذه يعني كارت الحزن وكذلك التواصل أخا الإحسان بالوالدين أمك 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 لنواصل بالنسبة للعزاب للعزاب أرى أن آآ لديكم اختيارات بزدي الاختيارات نعم يعني هناك يعني معجبين كتار نعم لكن لا أحد يلمس لا أحد يلمس روحك ولا قلبك يعني لا أحد يقبل روحك يعني لديك اختيارات بزدي لكن أنت يعني ما زلت تنتظر فارس الأحلام تنتظر الحب الحقيقي بالنسبة للرجل رجل الدلو ينتظر أميرات أحلامه وبالنسبة للمرأة الدلو تنتظر فارس أحلامها يعني تنتظرون ذلك الإحساس الذي يجعلكم تطيرون في السماء يعني ذلك الشعور الذي يعني تشعرون أنه غير عادي هذا ما تنتظر أنتم ناس رومانسين يعني تؤمنون بالحب جميل 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 يعني يعني زميل بزر عجبتني بزر وأنت يعني تعرف أنك عندما سيصل توأم الروح لن يكون لديك شك ولا ولن تتردد يعني من الوهلة الأولى سيكون الحب من الوهلة الأولى هذي يعني الحب والفرح في القريبين نعم في يعني الحب اللي جاي نعم وعندما ستره ستقول هذه هي امرأة حياتي أو هذا هو رجل حياتي نعم زوين عجبتني بزر زوين بالنسبة للمرتبطين للمرتبطين المرتبطين علاقة جميلة علاقة حب لكن هناك ثقة سلبية يعني شخص لا يريد أن تستمر هذه العلاقة شخص يريد أن يقطع هذه العلاقة وينهي هذه العلاقة ربما أمك أنت عزيزي برج الدالو أو أم الحبيب نعم لكن أنا أرى يعني أنكم تخططون للمستقبل وهنا يعني أرى أنكم يعني تبنون وإن كان عقليا يعني حياة زوجية كذلك يعني هذا ما تريدونه أنتم وهذه هي يعني وما تقوله الكارت يعني هناك مستقبل هناك بس بقرار هذه الكارت هي كارت البدايات الجميلة والحب والأسرة وهذه كارت تدفع هذا الرجل أو هذه المرأة ستدفع عن هذه العلاقة وعن هذا الحب لأنه حب صادق حب جميل رغم التقاط الإيجابية وأرى أن يعني العدالة السماوية في الأخير هذه الناس ستقبلوا هذه العلاقة الجميلة لأنه حب جميل نعم وأكيد أن البعض منكم سيكون هناك إما خطوبة وحتى زواج في هذا الصيف كانت قراءة جميلة لنرى ما هي كارت المنفصلين بالنسبة للمنفصلين سابط الإنفصال أرى أسباب عديدة عديدة ومختلفة نعم أرى يعني بزردي الأسباب ربما البعض منكم هناك يعني تدخل تدخل يعني أفراد العائلة أمك أنت أو أمها هي يعني تدخل أفراد العائلة في هذه العلاقة كان سبب الإنفصال نعم يعني تقدسر ديها من جديد تتدخل في الحب من جديد قد يكون كذلك اختلاف ثقافي أو عرقي أو ديني نعم قد يكون كذلك اختلاف الشخصية نعم البعض منكم أنتم يعني ما متفهمينش يعني البعض منكم يعني كانت علاقة علاقة حب والبعض الأخر ربما كان هناك حتى زواج وأطفال كذلك وخا لذلك أنا أرى بزردي الأسباب لهذا الانفصال لكن أنا أرى أن هناك حب أن هناك حب كان هناك حب حب جميل من طرفها ومن طرفه وخا غادي نتكلم على برج الدلو الرجل وسبب انفصاله عن من هذه الحبيبة وبعد ذلك غادي نتكلم على المرأة الدلو وسبب انفصالها عن حبيبيها وخا مع أنها يعني طاقت نفس طاقت لكن هناك اختلافات لكن لنركز وخا ركزوا معايا ركزوا معايا مزيلا بالنسبة للرجل الدلو بالرجل الدلو أنت إنسان محافظ بزف أنت إنسان محافظ تتريديسيونيل وهذه المرأة أو هذه البنت يعني إذا كنتم متزوجين أو فقط مرتبطين هي يعني كانت كيف ما كان قوله حناية يعني خفيفة ماذا يعني ذلك؟ يعني بنت الفشوش يعني مدللة شيئا ما مدللة وليست يعني ليس فيها ماشي رزينة يعني تفتقد للرزانة نعم؟ وربما البعض منكم كان مع امرأة غربية نعم؟ لذلك هدثوا التفاهم بيناتكم ربما كانت هي غربية وتحب الحرية يعني تعرفون وإذ لم تكن غربية ومن بلادك ومن دينك ومن يعني بنت بلادك لكن رغم ذلك هي يعني امرأة يعني تحب الحرية تحب الخروج بزاف وتعود في المساء يعني في ساعات متأخرة يعني ماشي في تنش ديلة لكن يعني وانت انسان محافظ بزاف وخا لكن هذا انا ما زلت اتكلم عن الدلو الرجل بعد ذلك ساتكلم عن الدلو المرأة وخا لكن هذه المرأة يعني رغم هذه الاختلافات فهي يعني تحبك يعني تحبك ما زالت تحبك نعم؟ نزالت تحبك وأحبتك كثيرا لماذا؟ لأنه يعني أحبت فيك الرجولة أحبت فيك هذا الحنان الذي لدى عزيزي برج الدلو هذا الحنان يعني منبع الحنان الذي لا ينتهي لكن استغلت طيبتك وماذا حصل بعد ذلك؟ خيانة خيانة يعني من من كتر يعني عطيت لها حرية يعني احترمت حريتها لكن للأسف لم لم تقدر لم تقدر يعني هذه يعني لم تقدر يعني شخصك يعني رغم أنك محافب لكن أنت احترمت يعني شخصيتها لكن هي لم تقدر ولم تحترم بالنسبة للمرأة الدلو دا بغد نهضر عليكم انتم البنات لبرجكم الدلو وعلى الحبيب ديالكم وخا أنا تكلمت دابع على الرجل الدلو دا بغد نتكلم على المرأة الدلو وحبيبها يعني المنفاصلين ما زلنا في المنفاصلين وخا نتمنى تكون فهمتوا الله خليكم بالنسبة للبنات لمرأة برج الدلو سنتكلم يعني عن الحبيب يعني المنفاصلين الأسباب هي تقريبا نفسها هي نفس الحكاية يعني أنت امرأة يعني أصيلة ومحافظة لكن هذا الرجل يعني كان يعني كي يجري خلف نساء مختلفة عنك لماذا لتسلية رغم أنه كذلك كان يحبك يعني هي نفس الطاقة هي نفس الطاقة إلا يعني طبعا البنات والرجل يتصرفون بشكل بطريقة مختلفة لذلك أردت أن أركز يعني في الرجل الدلو والمرأة الدلو باش نشرح لكم زيان وخا إذا هذا الرجل يعني حتى النهاية كانت كذلك خيانة يعني أنت كذلك عطيته الحرية عطيته الحرية وكنت تثقين فيه نعم وتركته يفعل ما يشاء لكن للأسف الشديد لم يحترم قوانين الحب نعم لم يحترم قوانين الحب وما كانت النهاية يعني الخيانة والعذاب لكم فهمتوني وطاقات هذين الحبيبين طاقة الحبيب في يعني في هذا القراءة المنفصلين للمنفصلين هي طاقة مائية يعني حط أقرب صارة أو هوائية مثلك يعني ميزان جوزاء أو دلو مثلك نعم واضح بالنسبة للعزاب طاقة يعني يعني الحبيب نعم للعزاب الطاقة التي راها هي آآ ترابية ونارية وخة للعزاب أما للمنفصلين مائية حط أقرب صارة وهوائية بحال كميزان جوزاء ودلو نعم إذا هذا الإنسان ضمر حياتك بالنسبة للمنفصلين هذه المرأة أو هذا الرجل يعني ضمروا حياتكم عزيزي برج أدل ماذا يريد ماذا يفكر الآن هذا الإنسان هذا الإنسان يعيد يريد العودة يريد العودة يريد العودة إليك لأنه مازال يحبك وفهم أنه يعني خسرك وأنه لن يجد في حياتي إنسان مثلك لن يجده أبدا لكن عزيزي توأم الروح في الطريقة هذا ليس توأم الروح ليس توأم الروح رغم أنه يعني يعاني جزاف هذه هي الحقيقة الحقيقة هذه كرد الحقيقة المطلقة يعني هذا ليس توأم الروح نعم كان هناك حب كبير جدا لكن أنت عزيزي في انتظارك ملاك مثلك مثلك إنسان مثلك يعني إنسان طيب مثلك إنسان يعني محافظ مثلك إنسان روحاني مثلك إنسان يحب الحب إنسان يحب ويقدر نعم الشخص الذي يحبه نعم وهذا الإنسان صدقوني هذه طاقة هو أنت وهذه أنت هو أن يعاني هو نهاية دياله أسوأ من نهايتك لأنك يعني أنت تصرفت بحكمة لكن هو لا ولدينا الندم لدينا الحذ لدينا الكآبة وإضافة إلى أنه يحبك فهو يتعذب نعم وقوتك أنت هي عفوا انكرت طاقتك أنت هي القوة نعم القوة والعودة إلى حياتك الجميلة وتوأم الروح في الطريق وهذه هي الحقيقة يعني كملنا سوف يكملنا كانت قراءة جميلة بزر جميلة بزر بزر والآن سنرى ما هي رسالة الرسالة الصحية تقول الإصرار الإصرار دافع على معتقداتك وقل نعم إذا كانت يعني تنبع من قلبك يعني حقيقية يعني تؤمن بها دافع على المعتقدات التي تؤمن بها تقول قم بمجهود فالحب الكبير يستحق أن تحترم المراحل التي يجب أن يمر بها أسباب تقول هذا الكبير أسباب دينية حياتك العاطفية فيها تأثيرات دينية ورحانية يعني رحانيتك أنت طريقك الرحاني ودينك يؤثر في هذه العلاقة في هذه الحياة العاطفية لذلك أفوا لذلك يعني يجب أن أنت تفهم وضعية الآخر ربما هو مختلف وليس مثلك نعم هو ربما ليس رحاني مثلك ويجب أن نحترم الآخرين يعني نفس الكات تقريبا سبحان الله هي رسائل مختلفة لكن في الحقيقة هي متشابهة نعم يعني يجب أن نحترم الآخرين حتى وإن كانوا لا يعني معتقداتهم مختلفة مختلفة